ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وارتطم رأسه بالارض وهو الامر الذي تسبب له في نزيف دماغي وابرزت المصادر ان المهاجر المغربي الضحية كان قد دخل فيه شجار مع احد سائق سيارة الاجرى في مدينة اسطنبول التركية وذكرت المصادر ان المواطن المغربي المقتول في تركيا لا يتجاوز سنه 57 سنة من عمره ولا تزال تفاصيل وقعت مقتل المواطن المغربي وفقا للمصادر غير واضحة حيث اشارت الى ان مؤسسة خاصة بالجالية المغربية المقيمة بتركيا تتابع القضية كما اكدت المصادر عينها ان مختلف الفعاليات المدنية التي تقوم بتمثيل مغاربة تركيا تدعو الى تدخل سفارة المملكة في انقرة في هذه القضية وحسب موقع تركي فان الهالك المغربي كان يقيم في تركيا رفقة افراد اسرته منذ 11 عاما ونقل الموقع ان الشجار الذي حصل بين الضحية المغربي وسائق سيارة الاجرى وقع بعدما رفض الاخير ان يقل المواطن المغربي مردفا ان عناصر الامن تمكنت من اعتقال الجاني الذي كان قد لدى بالفرار بعد الواقعة